اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر اسعد الله اوقاتكم مشاهدي ومتابعي قناة ستور تيفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع حلقتنا اليوم سوف نتساءل فيه ونجيب عن كيفية رعاية طائر الحب او طائر الباجي فطائر الحب هو طائر ببغاء صغير الحجم مرح وممتع ريشه ملون هو حيوان اليف لا يستطيع التحدث ودو صراخ مرتفع وهو حيوان مخلص وممتع في التعامل مع اصحابه يسمى طائر الحب لشدة تعلق الزوج الواحد منهما ببعضهما بشكل كبير فاذا مات احدهما فلا يتم تعوضه لان الطائر الاخر يرفض الارتباط مع سواه اذا لقي هذا الطائر الجميل الرعاية المناسبة فقد يطول من 8 الى 12 سنة او ربما لفترة اطول لكن كيف يمكننا ان نرعى هذا الطائر رعاية مناسبة بخصوص طعم طائر الحب هناك الكثير من الاطعمة التي يمكن للمربي ان يقدمها له منها الحبوب اذا يجب الحرس ان تكون الحبوب طازجة ولا تشمل على اي مبيدات ومواد حافظة ولعل اهم هذه الحبوب نذكر البولكوم او الدانبة الفلارس الشفان القرطم بدور الكتان الارز القمح وبدور اللفت اما الاطعمة الخضراء فتشمل الخص والبرسيم والكرنب والجزر والقرنبيط والفلفل الحار وغيرها بخصوص فترة تزاوج طائر الحب فعندما تصل طيور الحب الى عمر الستة شهور تبدأ مرحلة البلوغ خلال هذه الفترة يتوجب عن المربي متبعة الطيور اذ ستتجاوب بعض الطيور مع بعضها ويذل ذلك على اختيار الدكور للانتة وهنا يتضح ان المداعبات واللعب التي يصدر عن هذه الطيور انها اصبحت بينها الفة عندما تندمج الطيور مع بعضها يتم النقل كل زوج منها الى قفص خاص وحدة كي يتم الاستعداد الى التزاوج بين الذكر والانتة هنا يجب اختيار اقفاص مناسبة للطيور من حيث المساحة والحجم كي لا يشعر الطائر بالضيق بعد ذلك يتم اضافة عش ملائم من اجل بدء التفريخ لتبدأ الانتة بوضع البيض بخصوص هذا العش يجب وضعه في قفص ويمكن ان يكون مصنوعا من الخشب ولا يقل الارتفاع عن 20 سنتيمتر ويضع بداخله القش ويمكن ان يكون من نشارة الخشب الغير الخشن ويضع مباشرة في العش او استخدام سغف النخيل يجب ان نذكركم اخواني المربيين اخواتي المربيات الى انه في هذه المرحلة يجب الاهتمام الجيد بنوعية الطعام المقدم لطائر الحب لان الانتة تضع من 6 بيضات الى 8 بيضات ثم ترقد عليهم لمدة 24 يوما ولتربية اعداد كبيرة من طيور الحب يجب اختيار طيور تكون في عمر شبابها اي حوالي 4 اشهر وبصحة جيدة ومشطة وخالية من اي اعراض مرضية ويتم وضع الطيور في قبص دون مساحة غير ضيقة كانت ليا حلقتنا لهذا اليوم نتمنى متابعين انكنا قد قدمنا لكم الايفادة المرجوة شكرا على تتبعكم واخلاصكم لقناتنا دونتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة